أهلا بكم مشاهدين الكرام في نشرة جديدة لإخبار نقدمها لكم من العاصمة الإثيوبية أديس أبابا أعلنت وزارة الصحة توقيعها اتفاقية منحة مع الصندوق العالمي وألية التنسيق القطرية بشأن مكافحة السل وفيروس نقص المناع البشرية لإدز والملاريا في إثيوبيا بقيمة مليار دولار أمريكي خلال توقيع المنحة قالت وزيرة الصحة دكتورة مكدس دابا إن المنحة ضرورية لتعزيز النظام الصحي في إثيوبيا وأضافت أن التمويل سيعزز بشكل كبير الجهود الجارية في الوقاية من الأمراض من خلال توفير العلاج والرعاية الجيدين وتحسين إمكانية الوصول إلى الخدمات الصحية بشكل عام ووفقا لها فقد أظهرت إثيوبيا تقدما ملحوظا في مواجهة تحديات مثل الصراع والجفاف وباء كوفيد 19 كما أشرت الوزيرة إلى الانخفاض الكبير في انتشار السل بمتوسط انخفاض يتراوح بين 8 و 9% سنويا وانخفاض كبير موثق في انتقال الملاريا وأعلنت الوزيرة أن الحكومة التزمت أيضا بالمشاركة في تمويل البرنامج من خلال تخصيص وإلزام ما مجمعه 451 مليون دولار أمريكي للاتفاقية التي مدتها ثلاث سنوات أشار آدم فرح نائب رئيس حزب الازدهار الحاكم إلى أن دول البريكس لعبت دورا أساسيا في تحدي نظام الاقتصادي العالمي الحالي الذي غالبا ما يهمش الدول النامية جاء ذلك خلال كلمته في جلسة بعنوان تعزيز الروابط الاقتصادية والمالية بين دول الأغلبية العالمية لبناء نظام عالمي عادل وهو جزء من منتدى بريكس والبلدان الأطراف الشريكة وأضاف آدم أنه من خلال الدعوة إلى توزيع أكثر إنصافا للموارد والفرص دافعت مجموعة البريكس عن قضية الأغلبية في العالم وهو الموقف الذي تدعمه إثيوبيا بقوة وأشدد نائب رئيس حزب الازدهار على أن التعاون الاقتصادي في عالم اليوم المترابط ليس مجرد خيار بل ضرورة وأشاد بمجموعة البريكس للتقدم الملحوظ الذي أحرزته في تعزيز الشراكات الاقتصادية التي تتجاوز الحدود التقليدية وأعرب عن اهتمام إثيوبيا الشديد بزيادة التكامل والمساهمة في هذا الإطار الديناميكي قال وزير التجارة والتكامل الإقليمي قبر مسكالشال إنه تم اتخاذ تدابير ناجحة لتحسين الاقتصاد من خلال الإصلاح الاقتصادي المحلي وأشار خلال لقاء مع وكالة الأنباء الإثيوبيا إلى أن إثيوبيا شهدت في السنوات الأخيرة إنجازات ملموسة تعزى أساسا إلى النهج الاقتصادي المتعدد القطاعات وكشف أن النهج الاقتصادي المتعدد القطاعات مكن البلاد من تسجيل إنجازات ملحوظة لا سيما في الزراعة والتعدين والسياحة والصناعة وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات بدوره قال وزير الدولة المالي إيوب تاكلان إن الإصلاح الوطني غير الاقتصاد الإثيوبي بشكل جذري وأضاف أن النمو الاقتصادي المسجل في ظل الإصلاح الجاري ساعد على وجه القصوص في مواءمة إمكانات التنمية في البلاد مع طلب المواطنين كما شدد أيوب على الحاجة إلى معالجة الاعتماد على المساعدات مضيفا أنه تم تنفيذ أشطة للمواطنين للاستجابة بشكل صحيح لسبل عيشهم وتوفير موارد مستدامة للآخرين وأخيرا شدد المسؤولان على ضرورة دعم الإثيوبيين للدور القيادي التنموي الناجح للحكومة للتغلب على التبعية أجرى أصحاب المصلحة والشركة مشاورات حول برنامج التنمية الوطنية العاشر الذي أعده صندوق الأمم المتحدة للسكان في إثيوبيا وقالت الدكتورة أرغوغيت تسفاي وزيرة المرأة والشؤون الاجتماعية خلال كلمتها إن صندوق الأمم المتحدة للسكان بالتعاون مع الوزارة بذل جهودا مكثفة لإعطاء الأولوية للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة لمنع العنف القائم على نوع الجنس وزواج الأطفال وتشويه الأعضاء التناسلية للإناث وصياغة برامج تركز على الشباب الضعفاء وأضافت أن الصندوق ساهم في ضمان أن تكون الخدمات المقدمة في المركز الشامل والمأوى على مستوى المعايير وقالت الوزيرة إن هناك حاجة إلى توسيع العروض والتجارب الناجحة وتعزيز منظومة التنسيق وتصميم استراتيجية لسد الثغرات التي يتم ملاحظتها جنبا إلى جنب من جانبه قال كوفي كوامي مدير صندوق الأمم المتحدة للسكان في إثيوبيا إن المنظمة تقوم بتصميم وتنفيذ برامج تركز على قدمات الصحة الإنجابية وتنظيم الأسرة فضلا عن منع العنف القائم على نوع الجنس والممارسات التقليدية الضارة وأكد أنه يجب على الجميع أن يلتزم بتأهيئة الظروف التي تمكن للجميع عيش حياة كريمة وصحية ومرضية أجرى رئيس جامعة يدي سبب الدكتور سامويل كفلا مناقشة مع البروفيسور جيا وينجي رئيس جامعة بيجين للدراسات الخارجية في العاصن الصينية بيجين خلال الاجتماع أشاد البروفيسور جيا وينجي بالعلاقة متعددة الأوجه بين إثيوبيا والصين وصلت الضوء على العلاقات المعززة بين الناس بحسب السفارة الإثيوبية في بيجين من جانبه أعرب سامويل عن تقديره لنظيره مشيرا إلى أن جامعة بيجين هي الجامعة الوحيدة في الصين التي تقدم دورات اللغة الأمهرية وعرب السفير محمد سيد رئيس الدبلوماسية السياسية والعامة في السفارة الإثيوبية في بيجين عن تقديره للجهود التي يبذلها الطرفان كما أكد دعم السفارة لإنشاء مراكز أبحاث في مجال المعاملة بالمثل قال رجل الأعمال والمستثمر الإثيوبي بلاي ناكني بعد إطلاق برنامج الإصلاح الوطني إنه يتم بناء مشاريع مختلفة كانت تفيد البلاد وأضاف أن المشاريع التي بدأها رئيس الوزراء أبي أحمد بما في ذلك مشروع مأدبة من أجل الوطن وحملة إثيوبيا النظيفة التي تم إطلاقها مؤخرا لها قيمة وطنية أكبر لتنمية البلاد وأضاف أن حملة إثيوبيا ستساعد في إنتاج قوة عاملة صحية ومنتجة في البلاد وأشار بلاينا كذلك إلى أن البيئة التي أوجدها المشروع ستساعد على جذب المستثمرين الأجانب إلى البلاد وضيفا أن الحملة ستشجع أيضا رواد الأعمال المحليين على إنتاج منتجات صحية وعالية الجودة أعلنت جامعة الطيران الإثيوبية توفيرها تدريبا مكثفا في قطاع الطيران في القرى من خلال توقيع اتفاقيات مع الدول الأفريقية وبحسب كاسي يمام القائم بأعمال رئيس الجامعة فإن الجامعة توفر التدريب في مجال قيادة الطائرات ومراقبة الحركة الجوية وأهندسة الطيران وصيانة الطائرات فضلا عن القطاعات التجارية والتسويقية للطيران وأوضح أن هذا مكن الجامعة من بناء القدرة على تدريب المهنيين المؤهلين ليس فقط لإثيوبية ولكن للمنطقة بأكملها وصرح كاسي أن العديد من البلدان الأفريقية وقعت مذكرات تفاهم مع الجامعة لتلقي تدريب واسع النطاق على الموارد البشرية وأشار إلى أن تطوير قوة عاملة ماهرة في مجال الطيران هو أحد المساعر الرئيسية لوضع إثيوبية كمركز طيران لأفريقيا مضيفا أن الجهود جارية لتحقيق هذا الهدف قالت مفاوضة لجنة السياحة في إقليم أوروميا لليسي دوجا إن اللجنة تعمل مع الجهات المعنية لجعل مدينة بشفت وجهة سياحية رئيسية في شرق أفريقيا يذلك خلال متدل المناقشة مع أصحاب المصلحة لتمكين الفنادق في المدينة لجذب السياح وتقديم خدمات عالية الجودة وذكرت المفاوضة أنه ينبغي جعل الإقامة ممتعة للسياح في الفنادق بداية من مرحلة بناء الفنادق وأشارت لليسي أيضا أن الخدمة التي تقدمها الفنادق يجب أن تكون مدعومة بالتدريب والخبرات وأكدت أن الفنادق التي سيتم بناؤها سيكون لها دور كبير في تدفق السياح للمدينة قبل الختام نذكركم بأورز ما جاء في النشرة وزارة الصحة والصندوق العالمي يوقعان اتفاقية منها بقيمة مليار دولار نائب رئيس حزب الازدهار يؤكد أن دول البريكس تلعب دوراً أساسياً في تحدي النظام الاقتصادي العالمي الحالي نهاية النشرة دمتم برعاية الله